طيب تعالوا بقى نروح كده لموضوع الموضوع ده الحقيقة احنا كمصريين ما عرفش يعني هو مرتبط بينا بشكل كبير يعني حكاية الامثال الشعبية يعني كتير قوي ما تقدرش تقول مثلا اهلينا او الجدود او الدراما او الاغاني او الناس في الشارع لا انت هتحس كده انه يعني وفي ناس غوية يعني في ناس كلامهم العادي كله منطبق يقولك ما هو المثل بيقول كذا ما هو زي ما الف المثل يعني دي حكايات يمكن اتربينا عليها بشكل كبير موجودة في الثقافة الشعبية المصرية بشكل حلو دماء خفيف كتاب السيناريو والدراما كمان استغلوها جدا فقاموا كمان ان هما شهروا عدد كبير جدا من الامثال فيه مثلا فنانين زي ماري مونيب دي في كل يعني افلامها هتلاقيها استخدمة امثال كتيرة جدا فحتلاقي ان الدراما والافلام والمسلسلات كانت كمان بالنسبة لها الامثال الشعبية مادة خصبة اولا فيها حكاية فيها عادات وتقاليد وفيها برضو تقدر تقول المسل كأنه بتعلم اللي قدامك منه تتعلم منه حكمة فانا مش عارفة هي كانت حكمة وتقلبت لامثال ولا هي امثال اخذنا منها الحكمة ولا الحكاية ايه في حاجة حلوة دايما نقول يعني احنا كمان حتى كمصريين اما نقول ايه يعني خيرها في غيرها فتقول ايه خيرها في غيرها وانت لو قلت خيرها في غيرها يعني حاجة انا عملتها وربنا ما ايه ما كرمنيش فان شاء الله غيرها مثلا ببقى ان احنا في الشتاء وفي طوبة طوبة يخلي الصبية كركوبة يعني لانه الصبية طبعا هتحط عليها بطاطين وتبقى زي الكركوبة كده وتبقى يعني بردنة جدا كلها امثلة يعني ومش عارفة في برمنجهات روح الغيت وهات وامثال وعدات وتقاليد ومعلومات كمان فخلينا نقول ايه هصححه يعني بيقولولي لا طيب انا برمهات روح الغيت وهات فمعناها ان الربيع جيه بقى والزرعة وكده فحاجات كتير جدا احنا بنقولها الحقيقة في الامثال وفيه ناس بقى وكتب متخصصة في الامثال هي ثقافة مصرية بحتة صحيح في العالم على فكرة بيستخدموها يعني الثقافة الفرنسية مثلا عندها امثال كتير بس مش بالعمية زينا يعني مش زي المصريين الانجليز عندهم بيستخدموا ايضا بعض الحاجات كده طلاينا عندهم برضو حاجات كتير بيستخدموها بس احنا المصريين تلاقيها كده جزء من التقوص بتاعتنا